بسم الله الرحمن الرحيم كلها طبعا عارفين القمح مش عادة كلام انما يمكن مش كلنا عارفين ان في حاجة اسمها جنين القمح جنين القمح ده بيبقى عبارة عن جزء صغير اوي من حبات القمح يعني زي ما هو كان اسمه كده عبارة عن الجنين الجنين لما حبات القمح بتتزرع هو بقى ده اللي مسؤول عن التكاثر والنمو بتاع سنابل القمح يعني معنى كده لو ما فيش الجنين ده في قلب الحباية الحباية مش هتطلع اي حاجة علشان كده جنين القمح عبارة عن المخزون الاساسي لكل العناصر والفوائد بتاعة حبات القمح يعني هنلاقي فيه بروتينات ونشويات واحمد دهنية والياف ومضادات اكسادة وفيه متامنات زي به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه تسعة وفي املح معدنية برضو زي الكالسوم والزينك والحديد والمانجنيز وخالي تماما من اي كوليسترول وبيعتبر اغنى مصدر من المصادر الطبيعية بالنسبة لفيتامين اي جنين القمح بيشربنا عند اي عطارة بيبقى عبارة عن بودرة ومنوش اي طعم علشان كده بتحط على اي اكل يعني ما فيش اي مشاكل منه وبيعملش ما بيغيرش طعم الاكل نفسه بتاعنا يعني جنين القمح ده بيبقى عبارة عن تلاتة في المية بس من وزن حباية القمح اللي هو موجود فيها علشان كده بيبقى محتاجين حوالي خمسة وعشرين كيلو من حبوب القمح علشان تدينا في الاخر حوالي نص كيلو بس من جنين القمح ده ولما اخوانا بيطحنوا حبوب القمح علشان يعملوا منه دقيق الابيض لازم يتخلصوا من جنين القمح بسبب انه في الحقيقة فيه زيت والزيت ده بكمية كبيرة وممكن يزنخوا بالتالي يباوز دقيق وده للأسف يعني انه هو بيترمي يعني او بيتشال جنين القمح فيه مضادات اكسادة قوية يعني هينفع انه يأخر من علامات الشخوخ المبكرة اللي هي الهالات والتجعيد هيحمي من مخاطر الاصابة بالسرطانات المختلفة هيحمي من فقدان الزاكرة وكمان هيحمي من مخاطر اي امراض تصيب اعضاء الجسم والخلايا بتاعته كلها وبيعمل وقاء الجهاز العصبي وبيرفع من حالة المزاج العام للشخص وبيقل من تأثير الضغوط العصبية والألأ وليه تأثير اجابي مش بطل ابدا على موضوع التركيز برضه جنين قمح بيأول جهاز المناعي وبيحمي كل خلايا وانسجة الجهاز ده من اي تلف او ضمار ممكن يحصل فيهم يعني جهاز مناعي قوي يعني من الاخر حائط صد ممتاز ضد امراض كتيرة وخطيرة في نفس الوقت كل الاداء العضلي والجسماني والبدني الكافاءة بتاعتهم بتزيد اوي مع جنين القمح لدرجة ان بعض الرياضيين بيغضوه بصفة اساسية وبصفة منتظمة بسبب الطاقة اللي بيغضوها منه بالاضافة لتحسين مستويات الاداء الرياضي بتاعهم يعني برضه الحتة دي هتنفع اوي اللي شغلوهم في مجهود بدري كبير جاي الامحة في احماض دهنية زي ما قلنا قبل كده ودي عاملة زي اللي في المكسرات الاحماض الدهنية دي مليانة بالأوميجا سري ودي ممتازة جدا جدا لحاجات كتيرة انما بالنسبة للكوليسترول بقى بصفة خاصة يعني فيها ابحاثة عملت لو فيها ان لو حد عنده كوليسترول واستعمل 30 جرام من جنيه الامحة كل يوم لمدة 3 شهور الكوليسترول بتاعه بيقل بنسبة 7% يعني افضل من الادوية الكيموية اللي بتعالج الكوليسترول وبرضه لازم هتتاخد هتتاخد لمدة شهور طويلة وكمان لو ان 7% دي بتقلل من احتمال الاصابة بالامراض القلبية بنسبة 15% الجنيه الامحة بيعتبر كعلاج مساعد في الوقاية وعلاج العقم عند السيدات مش لوحده مش لوحده انما كعلاج مساعد واحنا قلنا قبل كده ان الجنيه الامحة غني جدا بفيتامين اي اللي فيه وده مضد قوي جدا للاكسادة وطبعا ليه ادوار غير عادية في الجسم انه بس على سبيل المثال بيحمل غشاء اللي حوالين كل خالية في الجسم يعني بيحمل خالية نفسها وبيحمل خلايا المخ وبيحمل من تصلب الشرايين وبيعتبر مكنسة طبيعية لتنظيف الكبد وبينظم مستوى الجولوكوس في الدم ده سواء لمريض السكر او حتى اللي ما عندوش مرض السكر لما بتقل مستوى البيتامينات والاملاحة المعدنية عمتا كده في الجسم فده ممكن يعمل جفاف في الجلد او اكزيمة او صدفية وحاس ان الجنيه الامحة فيه كل العناصر ديت وبوفرة يعني يبقى اكيد ان شاء الله هيحمي من الكلام ده كله ده غير انه بيساعد الجسم على تكوين خلايا وانسايا جديدة بدل اللي ماتت في الجلد الالياف اللي في الجنيه الامحة ممتازة جدا للجهاز الهضمي يعني بتمنع الامساك وبتحسن من عملية الاخراج وبتقلل او من المشاكل اللي ممكن تحصل في المعدة او الامعاء او القولون ومن اصعب المشاكل اللي بتحصل الحقيقة في الشرايين خاصة الشرايين التجيئة بتاعت القلب ان الشرايين يديق ويحصل له نوع من التصلب او ان الدم يجلط في الشريان جنيه الامحة فيه ميزة انه بيساعد في سهولة الدم يعني بيخلي الدم يمشي بسهولة وبيوسع الشريان اللي يكون حصل فيه الديق ده مرة تانية وبسبب ان الجنيه الامحة فيه فيتاميناته معادن كتير وباستعماله بانتظام وعلى المدى الطويل فده ممكن يقوي بصارات الشعر الضعيفة وبالتالي ممكن يحمي من سقوط الشعر وبيحمي فروط الراس كمان من الاصابة والعضو البكترية ولو دور في الحماية كمان والوقاية من اشر الشعر يعني نقدر نعتبره دايما كعلاج مساعد كعلاج مساعد مش اساسي مع اي علاج تاني بتاخده هيقوي جدا المفروض بتاع العلاج دوت ده لو كان الحالات المرضية موجودة فعلا اما لو كانتش موجودة واحدة بناخد جنيه الامحة فده ان شاء الله ممكن يجنبنا في المستقبل انها ايه الحاجات دي كلها ممكن تجينا او نصاب بيها مهم جدا ان احنا لما نجيب جنيه الامحة البودرة بتاعته يعني ان احنا نشيلها في التلاجة وده بسبب ان الزيت ومضادات الاكسادة اللي موجودة ومتوفرة في جنيه الامحة بيضيعه بتتغير كل المواصفات السليمة بتاعتهم لما بيتعرضوا للهوى او للحرارة والحقيقة ان افضل استفادة من بودرة جنيه الامح اننا بناخدها كده على طول يعني معلقة كبيرة نبلعها وبعدها كبات مية كبيرة ووقت كمان ما نفتكر يعني مش لازم معيد محددة صبح وظهر الليل في اي وقت هنفتكر فيه او نحط البودرة دي على الزبادي او الرز او المكرون او اي اكل تاني ما نقلقش ابدا من الطعم مش هيتغير انما كل الاكل اللي محضوط عليه جنيه الامحة فوائده هي اللي هتعلق اوي واكتر واكتر اه يمكن برضو من الحاجات اللي احنا بعضنا يعني سمع عنها زيت جنين الامح وده طبعا لما بيعصره جنين الامحة الزيت ده تقريبا فيه كل العناصر اللي في الجنين الامح البودرة وبالتالي كل ليه كل الفوائد انما اكيد طبعا ليه طعم زيه زي اي زيت مش عايزة يعني كلام والله لو حد يعني حب يستعمله بدل البودرة كده هوات يعني ياخده حتى ولما لقى صغرة كل يوم اهلا وسهلا ما فيش اي مانا وهيقوم مقام البودرة او البودرة يعني انما الحقيقة زيت مفيد جدا لو استعملناه للبشرة والجلد والشعر يعني بالنسبة للشعر بيساعد على نموه وطوله وكسافته بيخليه تقيل شوية يعني وبيرطب الشعر بيحافظ على صحة وسلامة فروط الراس ومضاد لقشر الشعر وكل ده يمكن يسيطر على مشكلة سقوط الشعر اللي هي بدايق ناس كتير وده استعمله بسيط قوي يعني في الحالة ده يعني بعد ما بنغسل الشعر وننشفه يعني وبلاش ننشفه يعني قوي يبقى كده يا ردبك مبلول يعني نحط الزيت ونحاول ندعك بيء الشعر من فوق لتحت ومن تحت الفوق بحيس يغطي الزيت يغطي الشعر كلها وبرضه ندلك فروط الراس بخفة كده باللي موجود في ادينا يعني ونحاول نسيط بقى زيت قطول فترة ممكننا بدون غسيل يعني خمس ست ساعات على الاقل ولو حد عاوز يلبس بني عليه مفيش اي مشكلة وبعد كده نشتفه بالمية الدفية بس لازم نعرف يعني على اي حال لازم نعرف ان استعمال المصادر الطبيعية غير المصادر الكيموية خالص يعني في المصادر الطبيعية المسائل معنا بتبقى افضل واأمن انما لازم تاخد وقته علشان نشعر بنتيجة ايجابية من الحاجة اللي احنا بتستعملها ايا كان بقى الشيء الطبيعي ده يعني علشان كده في حالة استعمال زيت جانين الامح للشعر المفروض اننا بنستعمله مرة كل اسبوع او مرتين ويبقى طبعا يبقى افضل كتير ونفضل على كده بقى ومنكسلش هنلاقي اي نتائج يجبها ان شاء الله حلو جدا مع الشعر بالنسبة للجلد زيت جانين الامح بيرطى بالجلد وبيمنع وبيعالج التشوقات اللي فيه ومع الاستمرار عليه بيخلج جلد كبه كأنه وكده يرجع جديد من تاني يعني بنفس حالته قبل ما ينشف ويتشقق زيت جانين الامح بيحمي وبيمنع ظهور التجعيد وبيخلي الجلد مسك نفسه يعني مش مرهرت كده هوت وسائب وليه دور مش بطال ابدا مع حالات الاكزيمة والصدفية والتسلخات سواء عند الاطفال او عند الكبار بيشتغل زي سانسكرين كده طبيعي يعني من ضد لاشعة الشمس واضرارها بالنسبة للجلد والبشرة يعني ممكن نستعمله بدل اي زيت او كريم للبشرة من اللي احنا بنشتريهم ومليان كيمويات ومش ممكن ابدا يكون فيه ولو حتى واحد عالمية من العناصر الطبعية الربانية اللي موجودة في زيت جنين الامح وكل الحكاية كم نقطة كده في ادينا وندعك بيهم اي مكان في الجلد احنا عايزينه بدون اي خوف ولا اي قلق على وجه الاطلاق اه فيه حاجة احنا نحب نقولها ان في بعض الناس ودي حاجة مهمة الحقيقة في بعض الناس عندهم حساسية طبيعية من الامح واي منتجات داخل فيها الامح يعني العيش بقى فينه بلدي اي حاجة كيك مش عاوز الكلام ده كله طبعا مش عاوزة كلام دول برضو ممنوع عليهم جنين الامح سواء البودرة بتاعته او زيت جنين الامح اه على اي حال دول كانوا كلمتين بس صغيرين كده عن جنين الامح والزيت بتاعه سواء اللي سمع عليهم قبل كده او اللي لسه الاول مرة بيسمع عن اه الكلام ده والله لو حد مقتنع باهميته بفوايد المصادر الطبيعية وعجبه الكلام يجرب مش هيخسر حاجة بالعكس هيلقي فوايد يمكن مكنيتش على باله ابدا قبل كده وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته